سلام الله الفيديو ده هيبقى الخلاصة للكروس برودكت هتبقى المراجعة كده على الكروس برودكت هنوضح فيها قاط مهمة الضرب الاتجاهي لما نيجي بقى نشوف الضرب الاتجاهي اذا افترضنا ان لدينا متجه اسمه A ومتجه ثاني اسمه B ويقعان في مستوى A واحد ناتج الضرب الاتجاهي لهذه العملية اللي هي ال A قروس البيديا التام النتيجة بتاعتهم عبارة عن متجه جديد اسمه C والمتجه الجديد اللي اسمه C ده بيبقى عمودي على المستوى الذي يقع في هذين المتجهين والمتجه C ده بيبقى له متجه وحدة في نفس الاتجاه بتاعته المتجه وحدة ده بيكون عمودي على المستوى الذي يقعان فيه يعني انت شفت بقى التعريف اللي انا كدبولك هنا ده عاوز يقولك يعني لما يكون عندي فيكتور A قروس البيكتور B بيساوي المجنيتيود للفيكتور A في المجنيتيود للفيكتور B في ساين الزاوية مضروب في متجه الوحدة اللي بيكون عمودي على المستوى ده متجه الوحدة ده بيميز ان ده ضرب ايه اتجاهي لان انت لو جاء تعود هنا من غير متجه الوحدة تيجي عندك هتبقى ايه مية قياسية تمام لا ده هنا ضرب ايه اتجاهي اللي بيميز الضرب الاتجاهي عن الضرب القياسي ان الضرب الاتجاهي بيعطي كمية متجهة انما الضرب القياسي بيعطي كمية ايه قياسية والستا هنا بتكون اكبر من او بتساوي الزيرو وقل من او بتساوي الباي وطبعا احنا بنحدد الاتجاه عن طريق استخدام قاعدة اليد اليومنا اليوم ديات يعني ده متجه وحدة بيشير هي المرفوع انا كنت هكتبها يو بس انا كتبتقي ان الين او يو يعني ايه ده متجه وحدة يعني بيشير للاتجاه بتاع الفيكتور ايه قروس الفيكتور بي وبقولك هنا لو انا عندي الفيكتور ايه بيساوي الفيكتور بي ايه كفيكتور بيساوي الضلع بتاع بي ازا ان الفيكتور ايه ده بيوازي الفيكتور بي ولما الفيكتور ايه بيوازي الفيكتور بي بيكون نتيجة الضرب الاتجاهي للايه قروس البي بتساوي زيرو عشان عندها السيطة بتكون بايه بزيرو ده ملخص برضو كنت انا عامله يعني نشوف مثالين بقولك ده بقولك لو المتجه ايه والمتجه بيه لو انا عندي متجه اسمه ايه والمتجه اسمه بيه اوجد متجه الوحدة العمودي على كلا الايه المتجهين بدل قال لي ان انا عندي متجهين وعاوز متجه الوحدة العمودي يبقى على طول يقصد ان انا عندي متجهين يقعان في مستوى واحد وعمودي عمودي عليهم اسمه سي المتجه اسمه سي ده له متجه واحدة في نفس اتجاهه فبكل بساطة وسهولة انه رح نجيب الفكتور ايه كروس الفكتور بيه النتيجة يبقى متجه جديد اسمه سي والمتجه اسمه سي ده نقدر بكل بساطة وسهولة ان نجيب له متجه الوحدة بتاعه اللي هو عمودي على المستوى الذي يقعان في هذين المتجهين يبقى متجه الوحدة بيساوي الفكتور للسي على المجنيتيود للسي يبقى انا كده حصلت بكل سهولة وبساطة على اليونت فيكتور العمودي على المستوى ده تاني مثال معنا نفس الكلام بالزبط بينطبق في هذا المثال بطرقة اخرى بس هو نفس الكلام اللي انا قلته هنا هو نفس الكلام اللي المفروض ينقال فين هنا